أكمل جهاز أمن الدولة الأوكراني في إقليم الفيف التحقيقات في قضية تهريب كمية كبيرة من المخدرات إلى البلاد ووجه المحققون تهماً لأربعة مواطنين أتراك بموجب مادتين من قانون العقوبات الأوكراني والأربعة يقبعون الآن في مركز احتجاز في الفيف تمهيداً لمحاكمتهم يقول ضبط التوقيف أن مجموعة إجرامية نظمت نقل طن من الهروين من باكستان إلى أوكرانيا على متن سفينة وصلت إلى ميناء بيفديني في أدسة أواخر ديسمبر 2020 ثم نقلت المواد إلى غرب أوكرانيا بحجة أنها مواد غذائية لإعادة توجيهها إلى الاتحاد الأوروبي بوصفها بضائع دبلوماسية ستجري محاكمة أعضاء الشبكة الإجرامية المنظمة على أساس التقارير المقدمة من إدارة جهاز أمن الدولة أكمل المحققون في إقليم الفيف التحقيقات اللازمة لإجراء المحاكمة ضد أربعة مواطنين أتراك وقد تم توجيه التهم لهم بموجب الجزء الثالث من المادة 305 تهريب مخدرات والجزء الثالث من المادة 307 التهريب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر